بعد استكمال مراحل التحقيق القضائي حدد القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيد محمد بالجزائر العاصمة يوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر كموعد لعرض قضية مصفات النفط أوغيستا والتي توبع فيها الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع صنطراك الطاقوي عبد المومن والدقدور كمتهم رئيسي بعد شرائه لمصفات معطلة من سقلية الإيطالية بمبلغ قارب مليار دولار بالإضافة لإبرام صفقات مع شركة بي آر سي والتي اعتبرها التحقيق القضائي صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ملف الرئيس المدير العام السابق لكسنطراكول تقدور هذا ينم عن تجدر الفاسات في المرحلة السابقة لأن الراجل عندما أوتي به في سنة 2017 كان نوع من رد الاعتبار بعد أن تم اتهامه في قضايا تخابر وتجسس وبالتالي النظام السابق كان يعين الأشخاص في هذه المناصب السيادية على أساس ولاعه لهؤلاء الأشخاص المفسدين ومن المرتقب أن تحيل غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة ملفا قضائيا آخر على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء توبع فيها عبد المومن والتقدور بتهم متعلقة بالتخابر لصالح عملاء أجانب بعد تسريب معلومات استراتيجية تخص شركة سنطراك الطاقوية بالنسبة لما روج له من قبل بعض وسائل الإعلام والمتعلق بوقائع التخابر فإن هذه الجريمة التي حددت العقوبة ممكن أن تصل إلى الإعدام في ظل نصوص المواد 61 و 62 من قانون العقوبات ويوجد عبد المومن والتقدور رهن الحبس المؤقت منذ شهر أوت عام 2021 ويرى مراقبون أن هذه المحاكمات ستكشف الكثير من الحيثيات المتعلقة بالفساد خلال فترة حكم النظام السابق وكيف كانت تدار السفقات داخل أكبر مجمع طاقوي في إفريقيا حسن جزيري قناة الغد الجزائر حسن جزيري قناة الغد الجزائر حسن جزيري قناة الغد الجزائر